الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين وبعده في شرح صيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب السادس والخمسون بعد المائتين باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره في هذا الباب حديث واحد برقم الثاني الثاني بعد الثلاث مئة راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم قالوا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وكان رجلا أعمى ولا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت هذا الحديث يحدثنا فيه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم بلالا يؤذن في آخر ليل قبل طلوع الفجر الفجر له آذنان الآذان الأول قبل الآذان الثاني لحوالي أربعين دقيقة خمسين دقيقة عشان ينبه النائم يوقظه وينبه القائم الذي يصلي أن خلاص وقت الفجر اقترب إذا كان سيصبح صائما أو كان في أيام رمضان يجهز للصحور هكذا كانوا يفعلون فهل إن بلال بيؤذن في آخر الليل قبل طلوع الفجر هذا في الفجر الذي يسمونه الفجر الكاذب أما موعد أذن الفجر الحقيقي اسمه الفجر الصادق إيه الفرق بينهم لاثنين خطين أبيضين الكاذب الفجر الكاذب والفجر الصادق في وسط السماء لكن الفجر الكاذب يعقبه الخط الأبيض هذا يعقبه ظلمة الليل بينما الفجر الصادق بيعقبه زرقة النهار هيبدأ النهار يطلع فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن في آخر الليل قبل طلوع الفجر لا تنقطعوا عن الطعام والشراب كنوا وشربوا ولا تبدأوا صيامكم حتى يؤذن ابن أم مكتوم ليه؟ لأنه هو الذي يؤذن عند طلوع الفجر عند دخول الوقت تماما وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت لا يؤذن لصلاة الصبح لأنه لا يرى حتى يتحقق طلوع الفجر وينادي عليه الناس ينادي عليه الصحابة يقولون دخلت في وقت الصباحة أي هذا هو الفجر الإيه؟ الفجر الصادق فأذن طيب بيستفد من هذا الحديث جواز أذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول الوقت الحمد لله دلوقتي فيه ساعات وفيه أضرب وفيه منبهات وفيه آب ينزل على التليفونات وفيه كمبيوتر وفيه ساعة أذان فيه منبهات كثيرة طيب إذا وجد من يخبره ليلة إن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم اتنين مشروعية الأذان الأول في آخر الليل لماذا؟ ليقاذ النائمين عشان يتناولوا صحورهم وتنبيه القائمين إن اقترب الفجر اقترب خذوا حظكم من الراحة واستعدوا لصلاة الصبح كما كان بلال يؤذن في آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم عشان ينبه النائم يوقظه والقائم يقوله خذ راحة قليلة حتى يأتي وقت صلاة الفجر هكذا هي سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا